حقيقة الأمر في بالغ الخطورة ليه؟ لأن في بعض السيدات وبعض الأشخاص ظهروا على السوشيال ميديا وهذه الأشخاص والسيدات يقوم بتصنيع الصبون السائل في المنزل وده مش عيب وده كويس ولكن المشكلة أن هذه السيدات تقوم بتصنيع الصبون السائل باستخدام مواد حارقة ومواد كوية ألا وهي الصودة الكوية الصودة الكوية حضرتكم عارفين أن هي خطيرة جدا لو استعملت بدون خبرة في التعامل مع هذه المواد الكوية والحارقة ولكن هي بتيجي بتحط أي كميات غير مقدرة يعني اللي بيظهر في السوشيال ميديا يقولك صنع الصبون السائل في المنزل وبيجيب صودة كوية يعني قشرة اللي هي الصلبة وبيده يضيف عليها زيت الطعام بواقي زيت الطعام الموجودة في المنزل ماشي يعني يجوز ذلك ولكن يعني إذا أردت أن تصنع صبون سائل في المنزل لابد أن تعلم أن هناك اختبارات دقيقة تتم على مثل هذا النوع من الصبون معلوم للجميع أن إحنا لو حطنا دهن اللي هو الزيت مع القلوي اللي هو الصودة الكوية حادينا في المعادلة التصابون سابون زائد جليسرين ولكن اللي أعيز أنصح بي ونبه الناس كلها أن عندك في حاجة اسمها اختبار بي اتش لو رقم البي اتش رقم البي اتش رقم البي اتش ده يعني له تفاصيل كتير جدا من واحد وبعد رقم التعادل سبعة بيوصل لأربعة عشر واحد لأقل من سبعة ده حمضي سبعة ده رقم التعادل أكتر من سبعة إلى أربعة عشر ده وسط قاعدي أو قلوي لابد أن يكون الصبون السائل الناتج عندك يكون رقم البي اتش بتاعه يكون عندك عند رقم سبعة ولكن اللي بيحصل من القلوي والحمضي وبيديني نتيجة بتكون رائعة عندما أضع هذه الورقة في محلول التصابون اللي هو الصبون السائل اللي الناتج عندي اللي أنا أضيف بيه الزيت الطعام أو أي مادة دهنية مع القلوي بيكون لون هذه الورقة أخضر فاتح يعني رقم البي اتش بتاعها سبعة عايز تعرف تفاصيل أكتر وتعرف حاجات أكتر ادخل على الفيديو اللي تحت ده هتعرف خطورة تصنيع الصبون السائل في المنزل